اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانها تتعاطى في قضية التهريب ومع المهربين بقوة وحزم وان ملف الكابتاجون اقفل الى غير رجعة وقد صدقنا ما قيل واعتبرنا لوهلة ان السعودية في كلامها على تهريب الكابتاجون تتجنى على الحكومة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين لكن اليوم انكشف المستور وظهرت الحقيقة فوزير الداخلية اعلن بعضمة لسانه ان على الدولة انتصل الى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وانها ستكشف عن عمليات تهريب حصلت فما هذا التناقض بين موقف الامس وموقف اليوم وهل الحكومة والاجهزة المعنية كانت تتهاون قبلا حتى حزمت امرها اليوم وقررت القيام باجراءات عملية تتعلق بكل ما يهدد علاقتها مع الدول العربية طبعا خير للدولة والحكومة ان يصلا متأخرين من ان لا يصلا ابدا لكن لما لم يقدر المسؤولون اللبنانيون منذ البداية خطورة التهريب على العلاقات العربية للبنان وهل من الضروري ان نصل دائما الى حفة الهاوية لنتحرك ولنقوم بما يفرده الواجب علينا حكوميا لا جديد فالانتصال الوهمي الذي حققه نجيب ميقاتي من خلال الاتصال الهاتفي به لا يبدو انه سيقرش فهو لا يزال اعجز من ان يدعو حكومته الى اجتماع لانه لا يمون على الثنائي الشعي ولان الثنائي لا يزال مصرا على قبع القاضي طارق البطار قبل البحث في العودة الى طاولة مجلس الوزراء الا يعني هذا ان ما ربحه ميقاتي بالهاتف هو مجرد شاك بلا رصيد ولا يعني ان انتصاره السلكي لن يجعل طريق الحكومة سالكا وامنا البداية من المحادثات الفرنسية السعودية الاخيرة فهل لبنان قادرا على تقديم تعاخدات بضمان امن الخليج التزاما ببيان ماكرون بن سلمان وضع وزير الاعلام السابق جورج كرداحي شرطا اساسيا لاستقالته بعد زعزعة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسعودية بسبب تصريح التلفزيوني الشهير عن حرب اليمن وهو ضمان ان تشكل استقالته تغييرا لموقف دول الخليج في لبنان متناسيا ان موقف الخليج من سياسة لبنان معروف منذ زمن وموقفه جاء ليزيد الطينا بلة يعني المملكة تطالب لبنان بمعالجة موضوع السلاح وبمعالجة موضوع تدخلات حزب الله في المنطقة خصوصا في الملف اليمني وزعزعة استقرار دول الخليج وهذا الشي صار معروف لعند الجميع اللقاء ماكرون بارح بالامير محمد بن سلمان اكد على هذه النقاط مش انه مثل ما عم ينحكي او يحاول بعض تذييل الامر او تصغير الامر وربطه بموضوع جورج ارداحي الموضوع اكبر بكثير من موضوع استقالة جورج ارداح خرج اللقاء السعودي الفرنسي حول الازمة اللبنانية ببيان شدد على الاصلاحات والالتزام باتفاق الطائف والنقطة الاهم والاساسية هي ضرورة حصر السلاح وضبط الحدود يعني ما يطالب به السعوديون منذ فترة اصبح يشاركه به الجانب الفرنسي حاليا الواضح ان المملكة العربية السعودية ما طلبها بعد هي زيتها لم تتغير ومدى القريب لن تتغير وهي مرهون الامور بحوار لبناني سعودي جدي قد ينطلق في المقبل من الايام بحل لم يطرأ اي تطور هذا الحوار ان بدأ على لبنان تقديم ضمانات والالتزامات وتنفيذ يعني السعودية بدأت تنظر الى افعال لا الى اقوال عادت الامور الى مرحلة الترقب اي مرحلة ما قبلت السريحات كرداحي اي انخفضت نسبة الغضب ولكن لم تحل الازمة طالما ان ايران لم تنهي بعد الملف النووي في المفاوضات النووية في فيينا ولم تتقدم بمحادثات ومفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية في بغداد الواضح ان حزب الله لن يقدم اي تنازلات في المدى القريب وعليه فان السياسة السعودية باقية كما هي والوضع في لبنان لن يشهد تطورات ايجابية كما اوحى البعض يعني كما حاول البعض الايحاء بعد لقاء ماكرون وولي الاهد السعودي يوم امس في جدة في الخلاصة ازمة لبنان مع السعودية انتقلت من مرحلة التوتر الى مرحلة الهدوء ولكن النار متزال تحت الرماد فاما ان تتعامل الحكومة مع بنود البيان بجدية او ستعود نار العلاقات الى الاشتعال وتعقيبا على البيان السعودي الفرنسي غرد رجل الامال اللبناني الشيخ بهاء رفيق الحريري عبر توتر قائلا كنا وسنبقى من داعمي تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية 17-01-15-59-16-80 وعدم التدخل بشؤون الدول العربية والتزام الحياد لما فيه من خير للبنان وشعبه واستعادة علاقاته الجيدة مع دول العالم وعلى رأسها دول الخليج العربي والان الى الفقرة السياسية مع الزميلة دونيز رحمة فخرة دونيز مرحبا كل ناطرين ماذا بعد ما جرى بين الرئيس الفرنسي والعهد السعودي راحت السكرة واجت الفكرة هذا المثل ينطبق على الارتياح الذي خيم على كثيرين في لبنان بعد اتصال ولي العهد السعودي بميقاتي والحديث عن مبادرة فرنسية سعودية للأزمة اللبنانية لكن قراءة متأنية لنتائج المبادرة الفرنسية في شأن لبنان مع المملكة تؤكد انه بعيدا عن اتصال المجاملة فان عودة العلاقات اللبنانية السعودية الى سابق عهدها وحتى الى ما قبل ازمة وزير الخارجية السابق شرب الوهبي لتزال صعبة لان البيان المشترك الفرنسي السعودي على اهميته هو غير قابل للترجمة حتى ان البعض يتحدث بان المبادرة الفرنسية انتهت بالاستقالة وبالاتصال وبالقليل من التسهيلات لكن مع ضوابط كثيرة اذا تطبيق البيان المشترك يعني ان حزب الله سلم بان سلاحه غير شرعي ووافق على تنفيذ شرط سعودي بالتعهد علنا بعدم الدخول الى اليمن وتكشف مصادر ديبلوماسية انه حتى قرار عودة السفراء لن ينفذ حاليا فلا السفير وليد البخاري سيعود قريبا الى لبنان ولا السفير فوز كبارة سيعود الى الرياض بقاطي باشرة بتنفيذ ما تعهد به بالشكل على الاقل ترأس اجتماعا مع عدد من الوزراء والاجهزة المعنية بضبط الحدود والهيئات الاقتصادية واتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية للبحث بالاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز العلاقات مع دول الخليج لكن السؤال ماذا عن باقي البنود المتعلقة بالشق السياسي والعودة الى اتفاق الطائف والالتزام بالقرارات الدولية التي تنص كلها على نزع كل سلاح غير شرعي هل يمكن لمقاطي ان يطبقها وماذا عن رئيس الجمهورية الذي لا يزال حتى الان يعتبر ان سلاح حزب الله ليس مشكلة وكلامه في قطر اكد ذلك المشكلة الاخرى ان المبادرة الفرنسية لم تتمكن من اعادة جلسات مجلس الوزراء واذا كان حزب الله سلم باستقالة قرداح في لحظة التقاء مصالح ايران مع فرنسا والسعودية الا انه لا يزال على موقفه من قضية القاضي بطار فمخرج ابعاد المحقق العدلي عن ملف النواب والوزراء والرؤساء لم ينضج بعد ولن يطرح على جلسة ثلاثاء التشريعية الا اذا نال الفريق المعترض اي التيار الوطني الحر الثمن السياسي الذي يريده شكرا دونيس عشية الجلسة العامة لماجلس النواب يتخوف اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت من ادراج قضية المحقق العدلي طارق البطار من خارج جدولي اعمال الجلسة للاتراع على الخطوات التي يحضر لها الاهالي مواكبة لهذه الجلسة ينضم الينا وليام نون شقيق الشهيد جونون وليام اهلا وسهلا فيك ان اليوم بلاشتوا تتواصلوا مع عدد من الكتل النيابي لا توقفوا عند رأيهم بحال طرحة قضية البطار بكرة هل حصلتوا على اجوبة تفضل اول شي اليوم بلهاك في مجموعة من نساء ومن نساء مجموعة نون وعدد من نساء اخوات شهداء مدنيين برمع الكتل كان بالبعتات الاكترية جاءوا انه مش معروض على الجلسة نحن عم نتصل لنا من ساعة اربعة بكل النواب مش مستقلين اكيد الموقف الطيار مثل ما هم بيقولوا النواب تقولوا انه هن لق مع التحيق العدلة ونكروا انه في مساومة او قالوا انه في مساومة وفي بيان هنه مضيينه انه المجلس نواب متقاعص بهالموضوع حالشغل ميحة مثل مفرأ اللي صارت معنا اليوم نحن كنا عدين بعثيات خمسة من اخوات شهداء فوج الاطفاء تصلنا بكل النواب في ناس رات ونسلاء في ناس كنا محترمين كعننا مثل نائب قاسم وهاشم تهمنا منه نحن اللي عنا عادل التحقيق وقال مطرح ما حتيني بالشخص إليه مطرح ما انت بتكون أنا ضدك في كل الأحوال نحن في كل الأحوال كنا منسهجل هالشي طبيعي خلنا نبعدكم الفيديو لكم لكل علام نحن نتواجه لكل النواب بما أنه النواب عن الأم الليبنانية بكل احترام في نواب بلاء احترام مع احترام يقول لك بصوري على الهواء مثل نائب قاسم وهاشم كان حديث ومعنا كثير مستفز صارت المشكلة نحن وياه ونحن نبعدها الشيعة الأعلى وخلي رأي العين يحكم طيب نوابهم يتعاطوا مع أهل الشهداء بس بالمحاصلة والشي الأهم انه الكل عنا ندول انه هو لأمال محاية العادلة معنا نواب صناء الشيعة وبعتاد طاشناك قسم منه نقول لأ المجلس الأعلى هو الطريق العينوني واليام يعني بكرة بحال ما صار متمنوا متل ما عم تقول ما رح يكون على جدوة العمال بالمرحلة اللي جاية بالأيام اللي جاية بحال تم إبعاد القاضي البطاري يعني اليوم نحن نعرف أن الحكومة معلقة على هذا الموضوع بحال تم هيدا الشي كيف رح تتصرفه نحن مش رح نخلي هالشي تم صراحة بكل صراحة بأي طريقة نحن مثل بكرة عنا شك حتى يعني عرض متخرج الجدول صبق وصارد وبتعرف أنت كيف هم يعطلوا الأصوات بالمجلس غلا ما يصير في عدد حتى رسمي فنحن نخوفين من هذا الشي وفي حل جلسة بكرة كانت قائمة وممكن يكون في وقت الأهلة مثل مرت الماضي قدام لأونسكو نحن مع حماية التحية العدلة لإخير الرمأ ومش نحن نقبل بطريقة إن شاء للمحاقة العدلة لو في قصة من السيفين وصير موقف البلد كرميلو هيك هايك البلد وقف الحكومة يصير مية حكومة يصير تحية المرفأ تحية المرفأ والأساس بالنسبة لكل شعب اللبناني بعتقد نحن نوصل مع الحل التي يأتي من الطبقة السياسية حتى المجلس النواب إذا تعطي المجلس النواب قبل بشهرين من انتخبات مش مصير بس المصير يصير تحية العدلة أو تحية المرفأ بالصراحة شكرا لك وليام نون شقيق شهيد جونون الاتحادات الوهمية تغزو انتخابات الاتحاد العمالي العام وتحسم نتائجها سلفا في التاسع من كانون الأول المقبل انتخابات غير منتظرة لاثنى عشر عضوا في الاتحاد العمالي العام يختارون بدورهم رئيس الاتحاد لمدة أربع سنوات غير منتظرة نعم وإن كنا في ظروف أحوج ما نكون فيها لاتحاد عمالي يضع ألام العمال وفقرهم فوق كل اعتبار فالانتخابات ستكون شكلية فولكلورية بعد أن سيطر أهل المنظومة على الاتحاد فتحول اتحادا غب الطلب تحت هيمنة حركة أمل وحزب الله يحرك متى شاءت مصالح الزعيم ويهدأ متى يجب أن يهدأ هل تعرفون الوزير عبدالله الأمين إنه وزير العمل في أوائل التسعينيات وبطل الترخيص لاتحادات وهمية رهنت الاتحاد للسياسة ووضعت ثلثي الأعضاء بعهدتي حزب الله وحركة أمل وسائر قوى الممانعة كي يتم التحكم بانتخابات رئيس الاتحاد وهكذا أقصيت الاتحادات الفاعلة وأدخلت اتحادات وهمية كاتحاد لقابات التعدين مثلا ليكون الاتحاد تحت السيطرة وتم إجهاد أي عملية إنقاذ وآخرها عام 2005 إذ لم يتمكن أي وزير من الترخيص لاتحاد واحد وبالتالي بقي هذا الاتحاد العمالي رهينة تحت قبضة فولذية بيد الحركة والحزب يحرك حسب الرغبات والأهواء من هنا هذه الانتخابات تقرأ من عنوانها تحت عباءة التقاسم والمحصصة إذ غابت الوجوه التغييرية المرشحة ولم تتضمن التركيب المتوقع فوزها أي من المحسوبين على القوات اللبنانية والكتائب والأحرار والحزب الاشتراكي وحتى الحزب الشيوعي فيما ضمت التركيب حزب الله وحركة أمل والقومي والمردى والمستقبل وسلفا نقول لرئيس الاتحاد الحالي بشار الأسمر مبروك رئاسة الاتحاد مجددا بعد النجاح الباهر الذي تحقق سابقا في خدمة منظومة الفساد وكل انتخابات عمالية وأنتم بخير والآن إلى الفكرة الاقتصادية مع الزميلة رانا ساعتي مرحبا رانا أعطيك العافية الأبرز هو سقوط اقتراح قانون الكابيتل كونترول تفضلي سقط اقتراح قانون الكابيتل كونترول في جلسة اللجان المشتركة حيث اعتبرت معظم الكتل النيابية أنه لا يحافظ على حقوق الموضعين مطالبة بخطة وارقام واضحة لحجم الخسائر في القطاع المصرفي ليبنى على الشيء مقتدأ واعتبرت مصادر لسود بيروت انترناشنل أن اقتراح القانون هو محاولة لتحويل كامل الودائع من الدولار إلى الليرة من خلال تحديد عملية السحب النقدي بالليرة فقط وعلى سعر صرف المنصة ولفتت إلى أنه اقتراح قانون يصب أولا في مصلحة الدولة والقطاع المصرفي من خلال تحويل الودائع إلى الليرة وبالتالي شط بالخسائر بالدولار ويؤدي ثانيا إلى طباعة العملة إلى ما لا نهاية وبالتالي إلى تضخم مفرط ومع سقوط اقتراح الكابتل كونترول في الجلسة المشتركة اليوم كشف تقرير أصدرته وكالة التصنيف العالمية موديز عن خروج نحو 9.5 مليارات دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي أونتوان فرح أستاذ فرح مساء الخير مساء نوري أهلا هل ما زال هناك من جد واليوم لأقرار قانون الكابتل كونترول بعد خروج تلك الأموال وشو تعليقك على اقتراح القانون اللي سقط اليوم بالليجين أولا خلينا نقول أنه بتقرير موديز يعني بشكل عام ما كان فيها لنا عناصر جديدة تقريبا يعني الأمور المعروف المعرفة ذكرت تقرير بشكل موسط طبعا كطورة التقرير إنه وثيئة رسمية ومتوجهة للمستثمرين المبلغ التسعة خمسة مليار قبل ما انتقل بعد النقطة الأسرطية التسعة خمسة مليار كمان منا أكيدين إذا الرقم دقيق لنحن في عنا جدر حول حجم هذا قديد ظهر أموال بعيد الفترة وبالتالي مبارس إذا هن استقلوا يعني من معلومات موسوقة أو من متوفر الموجود بين دينا نعم هلأ بموضوع الكابتل كونترول خلينا نقول إنه أولا الكابتل كونترول ضروري يصير بس هل قادرين نعمل نحن يعني نكون عندنا نحن وضع الأدع عشوائي وفوضعي هل فينا نعمل إطار تنظيمي لهذا الوضع بشكل الموضوع لأنه منا التهلي لحي تكون وخصوصا خليني نشير لشغل إنه من سوق حظنا إنه عم يرجعوا هلأ ينقشوا الكابتل كونترول بالزمن الانتخابي فتنا بوقت الانتخابات وبطعفت حضرتك صار كله حريص على الموضيعين هذا تبلش المزايدات كله بده بده حماية الموضيع وهذه اللهجة سمعناها من سنتين لما كان لازم نعمل كابتل كونترول ذات الكلام تولي أنه بده نحمل الموضيعين وإذا أصول بعض الموضيعين بوقت صقطوا الكابتل كونترول اليوم نرجع نستعيد ذاتها وبشكل أسوأ لأنه هيئطة مطولة العمليين ما هيئطة قبل الانتخابات ممكن تمرو بالطريقة المناسبة هل تعتبر أنه عم بتم استغلال اليوم القانون لأجل مصالح إذا بدك انتخابية مثل ما ذكرت أو حتى مثل اللي نحط اليوم بالاقتراح القانون أنه الصحوبات تكون بالليرة هذه محاولة يمكن لمنفع الغطاع المصري في أكثر من أنه ننفع المودع والله يا سيدتي بكل الحالات نحن نازم نعترف أنه نحن الوضع أنا ما تلسمح كثير نكون نوصل لمطارح أفضل كثير وعندما نحكي عن تحويل الوضائع إلى الليرة أنا أعتقد أنه هي تقريبا حاصلة أمر واقع هذا نحن 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 وفقة 90-158 وليس أنا أعتبر فرصة استثنائية ما رأيت لأنه بالنتيجة لا يمكن أن تصحب إلا على الليرة وبالتالي حتى نظرتنا للوضائع بطلت نظرة وضائعة دولارية صارت وغير ليرة نحن نحن دائما على 3-300 ونشوف قدها ليرات وبالتالي مش هذا الموضوع بس الموضوع بهذه المقصة بالزيد بدأ نشوف الدولة ما تعمل يعني الدولة بدأ تقول أنه أنا المسؤولة أولا وضعها 300 وما تكون مسؤولة بتحمل جزء من الخسائر أكيد بالآخر الموضوع يدفع ويدفع ثمان غالي ومش بس مشكلة أننا نحول مع الريرة مشكلة على أي سعر ومشكلة لأن نخذهم لأن هذه سعر الخبير الاقتصادي أنتوال فرح شكرا لك على هذه المداخلة أعلنت اتحادات ونقبات قطاع النقل البري الإضراب يوم الخميس بعد أن خلت الحكومة بوعدها تنفيذ خطة دعم قطاع النقل البري في الأول من الشهر الحالي وإلى هنا نأتي إلى ختم الفقرة الاقتصادية هل عيب على الرجل أن يبكي حملة إعلانية تحت شعار أنا بخاف تجيب عن هذا السؤال الرجولة تقاس في بعض المجتمعات بفتلات الشوارب خشونة الصوت بالعضلات المنتفخة بضغط التمارين وضغطات العيب والممنوع هي نفسها الرجولة مظلومة في بعض الأحيان بتهم التعنيف والتنمر فيطلب منك كرجل أن تكون قاس المظهر وحنون التصر خشن الهيئة وناعم المشاعر يطلب منك أن لا تخاف ولكن الرجل يخاف أنا بخاف حملة إعلانية لدعم الرجال في التعبير عما في داخلهم وعن دعم رجلتهم بحرية البكاء مارك باسط شرح لصوت بيروت انترناشنال مضمون هذه الحملة وأهدافها هو الحملة بلشت هي ببروجيكت خطة هولة الطابويات عبر هذا الفيديو البكاء كما شرح مارك هو ليس نقصا في الرجولة بل هو زيادة في شهامة المشاعر بخاف الرجل أنه يفرج ضعفه خصوصا قدام الانترناشنال اللي هن الفيميلز أو الأنثة وأنا بخاف أفشل بخاف خيب أمل الناس اللي حولي وأنا بخاف يقولوا عني مش رجال فبحس الرجل دايما عنده هيدا الإيماج المسكولانيتي القوية اللي ما بيخاف اللي هو بيعرف كل شي اللي هو أدى بكل شي أنا المولود الأول يلي لازم أمن المستقبل أنا القوي يلي ما بيخاف من شي أكيد نحنا كنا نكسر هذا الحاجز إذا الوضع بيسمح أنه أبكي أنا شخص حساس وأكيد ببكي خاف أحكي عن مشاريع وبين ضعفة أن تكون ذكرا هو أن تخاف أن تخاف من المجتمع من ردات فعل الناس تجاهد كوريتك وأن تخاف من عقاب الاستهزاء بها أما أن تكون رجلا هو عندما لا تخاف من هذه الأنماط بل تخاف بطبيعة المشاعر الإنسانية أنا رجل وأنا بخاف إلى هنا نصل المشاهدين إلى نهاية نشرة الأخبار تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك راديو صوت بيروت وبيروت سيتي إنستغرام سبي آي دوت نيوز وبيروت سيتي وعلى تويتر صوت بيروت ويوتيوب سبي آي صوت بيروت انترناشنال كما تتابعونا أحدث الأخبار والتقرير على موقعنا صوت بيروت دوت كوم تتابعونا في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء اليوم برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود وترقبوا أيضا إعادة لهذه النشرة الإخبارية في تمام التاسعة ونصف مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة